السلام عليكم يخوان جميعا كيف حالكم عساكم الخير رجعناكم اليوم من جديد واليوم حبيب القلب رح نتكلم عن اخر مرحلة اللي خاصة بهاي العصر تمام طبعا هاي اول دخلنا على هاي العصر مثل ما تشايفين لساتها صفر فرح نجمع عن طريق المهام اليومية عن طريق نقاط الخاصات بالبول بس ونطلع على التصنيف الاول تمام فكسبونا يخوان الصلاة عن النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد لا تنسون ذكر الله لا اله الا الله فضلا وليس امرا لايك لهذا الفيديو والموم تابع الصفحي تابعها والقادم اجمل بإذن الله تعالى تمام طبعا صديقي انت عشان تلعب على هاي العصر لازم تلعب عن طريق المهمة اليومية او اذا ما كنت تمتلكاش بإمكانك تلعب عن طريق الطاولات كمان الطاولات بتعطيك وبإمكانك كمان تلعب عن طريق طاولة الون ستريك اوكي هاي ترتيبها لهاي العصر بعض من الناس مختفي عندهم هاي العصر فهذا الموضوع من الشركة مش من عندي ولا فيه له حل بالوقت الحال وبنفس الوقت يا اخوان بدك تلعب تكون ترتيبك الاول بد يكون ترتيبك انت الاول عشان يعطونك ترتيبة الخاصة لهاي العصر وهين احنا جمعنا عن طريق المهمة اليومية الخاصات بهاي العصر وهين مثل انتوا شايفين صرنا الترتيب الثامن اذا تلغط على الصندوق شايف يشي يعطونك لفل العصر خمسة وعشرين لاحق شايف شايف شوف اذا تلغط على الصندوق كم يعطونك مرتبة العصر عندك وانت وصل يعني مثلا اذا جيت على الصندوق الاول لفل واحدة واربعين لفل المكس شايف عشان تعرف انت ترتيبك بهاي العصر لازم تكون ترتيب الاول تخيل هنا بتكون لفلك سبعة وثلاثين شوف الثالث يكون لفلك ثلاثة وثلاثين اقصد لفل العصر يعني مش انت تعال عينو على رازي وهكذا بتشوف الصناديق وتشوف ترتيبك انت كم تاخد مستوى لهاي العصر فلازم تكون انت التوب وان يعني لازم تكون الرقم واحد عشان تحصل على لفل واحد واربعين شايفين لفل واحد واربعين اذا ما كنت رقم واحد ما تحصل على هذا الترتيب انتبه الغط على الصندوق بتعرف كل التفاصيل تمام يعني هاي موضوعها بالنسبة لترتيبتها لهاي العصر هنا عن طريق الطاولة الاسبوعية الطاولة الاسبوعية اللي هي طاولة المستركة اللي موجودة بالوقت الحالي اللي هي طاولة الساموراي عن طريق اللعب على الطاولة تجمع نقاط تمام وبتجمع كل هاي النقاط بامكانك تكون الترتيب الاول وتوفر عليك كاش كثير بنفس الوقت يعني مثلا احنا هنا جمعنا نقاط بنقدر بنشتري مثلا هنا بستين الف وثمانمية راح ناخذ هاي اول وحدة ما عليش قلنا نقلص منها هاي اول وحدة ستين نقطة الف وثمانمية تمام بقى عندنا ميتين واربعين ايش بنشتري بيها نشتري بيها الالفين وثلاثمية بعدين كمان مرة اخرى الفين وثلاثمية بعدين كمان المرة الاخيرة وهكذا تلعب على الطاولة تجمع نقاط للبولباس وبإمكانك تكون الترتيب الاول طبعا اذا اختفت عندك كل ما عليك الانتظار لا اكثر ولاقل لانه احيانا تختفي عند الواحد وترجع تختفي وترد بترجع هالعصة احسها كلها غلط بغلط ما عارف شون ترتيبت وهيك احنا وصلنا الترتيب الاول يا هل ترى نقر نكمل على الاول او انه اللعب الورانا يتقدم هذا يعود الى هذا الشي الحسب لعبك انت اذا استمرت باللعب راح توصل للترتيب الاول ما استمرت باللعب راح يرجع التصنيفك او ترتيبك لورا اوكي حبابا يقل خلينا نلعب شوي على برلين و فينيس طيب خلينا نشوف باكة تكون الكسرة معانا 847 حلو اوه الكسرة معاهم يا اخي نفسي افوت انا على هالطاولة تكون الكسرة معاي يعني انا صاري كم يوم امرتب الوضع اه فوت جيم على برلين جيم على فينيس الامور جيدة ولكن مشكلتهم انه اغلبيتهم بيروح بيجيبون كسرة فهيك بيختلف الوضع كسرة اشياء يعني بيروح بيجيب اه تكون العصة عشان تكون العصة معاي انا اعتقد تعرفون الترتيب تمام فبالله عليكم شباب كل واحد وصل معانا لحد هاي اللحظة وما حطنا لايك فضلا وليس امرا منكم حطنا لايك والله يرزقك الجنة ويرحم والدينك تمام خلينا شوفوا اذا الجيم والله يا اخوان اعتقد 99% مسحوب لكن البلاك بده صفه البلاك مبدئين يجي معه ترى نص تحت ويجي معه يسار فوق على اليمين الا اذا يصفهم مكانه الطابت الثلاثتاش او الخمستاش لانه لا بيض يفوت معه بيكون حذر عند هاي النقطة لكن نص تحت ما بيجي معه بسبب طابت السبعة فعنده الطابتين هذول اللي سكر 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 وم اذا يجيبها 13 تركيب على الخمستاش او عنده كمان التسعة قدر يجيبها نص اه التسعة يقدر يجيبها نص شايفين يلا بكتي سكر او او حلو 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 اه تيجي معه معقوله 15 تحت اللي يروح بيها الابيض كيف بده يلعبها هاي خليني نشوف كيف بده يلعبها معقول يروح بيها الابيض كيف بده يلعبها هاي هو عم يفكر يعني القيم يعني خلص انتهى عم علام انتهي القيمة اعتقل ما مستحيل يا زلو الله 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 اوو والله كادت والله بالله كادت طيب خلينا نلعب ونقول بسم الله مبدئيا ندخل طابت السبعة لا السبعة يعني عندنا طابت الاربعة المفروض ندخل الاربعة خلنا ندخل الاربعة شوي يسبن مشان ما بيطلع على الخمسطعش والخمسطعش تيجي النوب على البلاك ما اخي يوه على الخمسطعش سبحان الله يجز لو ما حركت اسبن الحركة هاي راح عن نص سبحان الله شي حبني الابيض كرة الابيضة بتحبني كثير يا شباب الله ممكن لكم هالاسبوع زهقتني حياتي احرك اسبن ما احرك اسبن وان ما حركة بتفوت معي عالجور سبحان الله تصير معكم نفس القصة هاي طبعا مش معالطول بعض مرات طيب طابت الخمسة عشان بعدين نجيب طابت الثلاث ندخل طابت الثلاثة احس طاولة فينيس يوم انتلعب عليها كأنه كل شياطين الدنيا تجتمع عندك الله طيب نجيب بعدين طابت السبعة البلاك ما يجمعنا غير نص بس ولكن بده ضربة خفيفة وتركيز انه صاير عالطرف نقول بسم الله شايفين كيف عالطرف يعني اي خطأ بسيط بيروح معاي باتجاه اليمين لازم يكون خفيف هيك تمام والله بده شوية شوية على الهادي نضربها جاية يارب حلو حلو والله حلو اي ما يعني بدك تضربها على خفيفة اذا قويتها ما بتروح بتروح على غير اتجاه اوكي بالروح كمان ايش عطونا مهمة خلونا ناخد هاي المهمة هاي المهام الخاصات بهاي العصة تصنيف العصة يعني هول هاي العصة المفروض يعني غير هاي الترتيبة حسها صعبة كثير وخسرت العالم كاش وبالاخير على شي فاضي يعني ما عرف ما عرف اش الترتيبات اللي عندهم ان شاء الله انه هذا الموسم ماين على تاني مرة نفس هذا النمط لانه نمط ما اعتقد عجب يكونه فيه اخطاء كثير رضي من الاصدار يعني بعض من الناس ظاهرة عنده العصة وبعض من الناس مظاهرة عنده العصة طيب شو ذنبو هذا الشخص ففيه اخطاء بهذا الاشي عسى من الله نوتن حل بالايام المقبلة طبعا بالوقت الحالي يا شباب اغلبية اللعبة معبّي او الشراتح عبّيها كثير مش قليل ولكن الواحدة كل ما علي الصبر شوية وعسى من الله الله يفرج يعني يشارك نسوي طبعا هنا احنا الترتيب الخامس وان شاء الله ننتقل على الترتيب الاول ضمن المجموعة هذا عندنا هذا اللعب هو اول لعب طيب مو مشكلة خلينا نفوتيني جيم اخر على طاولة برلين وان شاء الله اختصريكم وحطيكم ميها مقدمة الفيديو اثناء ما نكون الاول على هاي العصة لانه بدها لعب كثير فما حب أطول اختصريكم ميها وحطيكم ميها ان شاء الله مقدمة الفيديو اول ما نصير اول اشي على العصر تمام طيب 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 اش كمان كسر ما معاي كسر اليمنى شوي على الفينيس مش معاي وهاي كمان مش معاي اختار الطابات الكبيرة طيب بده طابة العشرة بعد اليداش حلو بس البلاك عنده مسكر يعني البلاك اذا ما حرك طابة الواحد مستفعيلي جماع بعد تتحرك اصلا طابة الواحد كيف بدي يحرك اه والله هنا اذا رجع سبين اوو لا انا لو محلو بهاي الضربة لكان رجعت سبين فلة تحت قوتها السحبتي لازم تفك الواحد طيب لو بايكم على كل الاحوال خلينا نشوف تيش ترتيبته هذا اللاعب فكه وفترنا الطابات سكر على حاله سكر على حاله ما عدت يجمعك ما عدت يجي يا حبيبي ما عدت يجي معك ما عدت يجي معك طيب مبدئيا خلينا ندخل هاي الطابة عندنا طابة السبعة بسضبط لنا الامور تمام بعدين نجيب طابة التلاثة بعدين نجيب طابة الستة لازم ضربتها دقيقة حتى ما نصيب طابة اثنين تمام نجيب طابة الخمسة ولا نجيب اثنين اعتقد نجيب اثنين يخوان نجيب اثنين شايف ما كان وبعدين نجيب طابة الخمسة يعني لو رايح جايبينا الخمسة هنرجع نجيب يعني يصير بها شوي بتلكق باللعب الخطأ وارد طبعا على كل الاحوال بعدين نجيب طابة الماخر والسحب يلا اخوان هذا هو موضوعنا اليوم يكفي الحدايا بنقطع ان شاء الله لأيام المقبلة اشتركوا في القناة